تراثنا هويتنا شعار المؤتمر العلمي الدولي الأول الذي أطلقه مركز التراث كربلاء التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة والذي توسم بالتراث الكربلاء ومكانته في المكتبات الإسلامية والذي أقيم عبر منصة زوم يقيم مركز تراث كربلاء قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة المؤتمر الدولي الأول تحت شعار تراثنا هويتنا وبعنوان التراث الكربلائي ومكانته في المكتبة الإسلامية شارك في هذا المؤتمر 211 بحثا هذه الأبحاث وصلت من مختلف دول العالم من أكاديميين وحوزويين ومحققين وتم عرضها على اللجنة العلمية للمؤتمر وقبلت من هذه الأبحاث 116 بحثا ورفضت بقية الأبحاث لعدم استفائها لشروط البحث أو لبعض الشروط أما اليوم فقد تم نعقاد المؤتمر عن طريق برنامج الزوم ألكترونيا المؤتمر أقيم بمشاركة ومتابعة عدد من الباحثين والمختصين من داخل العراق وخارجه حيث تضمن جلسات بحثية صباحية ومسائية سلطت الضوء على مفاصلة مهمة من التراث الكربلائي وقد أقيم أفتراضيا نتيجة تداعيات وباء كورونا سعينا جاهدين على أنجاح المؤتمر سعينا جاهدين على أن يكون بالمستوى المطلوب أرصين للأسف هذا الوباء وهذه الجائحة لم تمكننا من إجراء المؤتمر واقعيا فلجأنا إلى الإلكترونيا منصة زوم ولله الحمد الله عز وجل يسر ذلك يسر الأمر وفق منصة زوم بجلستين صباحية ومسائية هذا المؤتمر فيه أبحاث اتسم بالتنوع التنوع من جميع الجهات المؤتمر والبحوث المشاركة فيه التي تخص تاريخ كربلاء المقدسة في مختلف المجالات ولا سيما المجالات الفكرية والدينية وغيرها من المظاهر الحضارية والثقافية والتي أثمرت أجيالا علمية متعاقبة جاءت خدمة للحركة الفكرية في هذه المدينة المقدسة قديما وحديثا